اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الابافيزز هنا اصغر في الحجم طيب ايه رأيك في الاشعاء دي ده ديفورميد هيد ديفورميشن بتاع الهيد راجع للهيد نفسها ولا الشكل الاستابلم اللي موجود ايه رأيك في الاشعاء دي ايه في ايه ايه او افاسكرون نكروزز او استيوارثرياتس موجود في الرايد سايد انما السوكت بتاع الاستابلم سليم عكس الاشعات اللي فاتت الاستابلم هنا مش سليم الاستابلم هنا مش سليم بيبقى شارو طيب هنرجع في السريع الاناتومي بتاع الهيد كلمنا عن الاناتومي بتاع الهيد كذا مرة قلنا ان ده عبارة عن جوينت بولاند سوكت جوينت تسمح منوفيرسل رينج اوف موشن ارتكوليتنج سيرفوس في الاستابلم قلنا الكابسول محيطة بالليبرام تعتبر انك نفسها جزء من الارتكوليتنج سيرفوس لانها انترا كابسولر او تعتبر انترا كابسولر اللي يبرع اهميته ان هو بيديبن الاستابلم ده والليبرام مهم جدا لما بنيجي نتكلم عن الدي دي اتش واهمية الكابسول والليجامتس واري كومبون انت تاني عبارة عن بيلفك بون او النومنت بون وبروكزيما الفيمر دول بيتكونوا البول اند سوكت الاسفير بتاع الهيد هو ده اهم حاجة من نسبلنا ان الاسفير بتاع الهيد ده طول ما هو كونجروانت جوه الاستابلم الاستابلم ده بينمو بشكل طبيعي وقلنا الاستابلم ديبن بيديبن الليبرام واهمية الليبرام مش بيديبن الاستابلم بس لا بيحافظ على السيل افكت او انه هو النيجاتف بريجر جوه الهيب جوينت فيحافظ على الارتكولياتنج سيرفوس على التو سايدز دول موجودين ان كونتكت مع بعض قلنا كمان ان الكابسول انتيرولي ماسكة في الانترتروكنتريك لاين اما بستيرولي تقريبا بتمسك في نص النك يعني بتسيب حوالي سنتي ونص او اثنين سنتي من الانترتروكنتريك كريستو موجود لجامنتص عندنا مهمه جدا وهي البيوبوневرال لجامنت البيوبوهEverything الليجامنت تمتيرز وترانسفيرس استابلر لجامنت. ده شكل الكابسول اللي اقوى اقوى لجامنت في البادي لانه بيريزيست الهايبر اكستانشن موينت اللي بتقع على الهيب جوينت عشان كده موجود انتيرولي لان النيك دي او الاستابلوم والنيك يعتبره انتيفيرتد. فلازم يبقى في ريزيستنس انتيرولي من لجامنت قوي زي الاليو فيمر الليجامنت وعدا قلنا الليجامنتم تيرز اللي بيشيل البلاد سابلاي اللي بنقول عليه الميديال بفيزيال بلاد سابلاي اللي بيروح للهيد اوف زفيمر بحافز عليها. كلمنا جزء عن البيوميكانيكس البيوميكانيكس الستابلتي هنا في الهيب جوينت تعتبر مينلي بوني عشان هي عبارة عن بولاند سوكت اللي جامس بتساعدها وبالاضافة للديناميك استابلتي اللي راجع المصل اللي حوالين الهيب جوين. الاجزز اوف موشن قلنا بيختلف لانه يونفيرسل رينج اوف موشن ففيه اجزز في اجزز اه في الانتروب سيرو وفي اجزز بيحصل حواليه او طيب. طيب. قلنا فيه قلنا فيه ابداكشن و انترنا روتيشن واكسترنا روتيشن. والاستابلر انتي فيرشن انجل. قلنا الاستابلر انتي فيرتد وكزلك بروكزيمال فيمر تعتبر انتي فيرتد. الاستابلر حوالي سبعتاشر تجري في الاضل. بيبقى اكتر شوية في الاطفال. كل ما نكبر في السن يقل الانتفيرشن ده. كذلك موجود عندنا انتفيرشن في البروكزمال فيمر. والانتفيرشن الموجود في البروكزمال فيمر بنتولد حوالي اربعين درجة يفضل يقل شوية لحد ما نوصل لخمستاشر لسبعتاشر وما الى زال. الانكلينيشن انجل اللي هي المقصود بيهنك شافت انجل قلنا حوالي مية وتلاتين درجة. لو زادت الانكلينيشن انجل ده بيعمل كوكسا فالجا. ولو قلت الانكلينيشن انجل بيعمل كوكسا فيرا. ولا التورجن انجل او الانتفيرشن انجل. انتفيرشن انجل بالنسبة الفيمر هي اللاين اللي بيحدد او الزاوية اللي بتحدد. الفيرشن بتاع البروكزمال سيجمنت ان ريليشن لديستل سيجمنت. قلنا حوالي برضو سبعتاشر درجة انتفيرشن عشرين درجة عشر درجات اكوردينج بيختلفوا من من شخص للتاني. انتفيرشن انجل هنا بنقسها ما بين البستيري كوندايلز بتاع الديستال فيمر. واللونجوتريني بتاع الانكوفزافيمر. وهده شكل تاني الانتفيرشن انجل بتاعنا. قلنا الكونجورونسي بتاع الهيب في النيوترال بوزيشن الهيد بتبقى انكوفر ده انتيرولي. والماكسام كونجوروتي بنوصل لها مع الفلكشن وسلايت ابداكشن واكسترنال روتيشن. وده شكل البوزيشن اللي بتكون فيه الهيب مور كونجوروان. عشان كده ما بنجي نعالج دي دي اتشي بنلبس الطفل واتس كولد بافليك هارنس اللي قدامنا ده. جزء باتكور من التلات عضمات المكونين اللي انتم موارتبون. الايليم بتشارك بجزء. الاسكيم بجزء. وهي الجزء الاقل من خلال البيوبوس العضماية بتاع الاليوم دي عشان تكبر فيه برايمر الاسcoal مراقب وكذلك البيوبوس. هذه برايمر الاس энوكليز هي اللي بتكبر العضماية, اما بتكبر العضماية دول بيشاركو انهما يكونوا فايدتها ان هي تساعد اللينسنج بتاع العظم ده تحافظ على العظم ده ان هو يكبر حاجة تانية تساعد تكوين الاستابلر ايه اا ريم او تساعد تكوين الارتكولر سيرفس اللي هو الانفيرتي ديو اللي قدامنا دي الفصة اللي بتارتكوليت مع الهيد يبقى عندنا هنا اليكبون اسكيم وبيوبس كل واحدة فيهم بتطول وبيساعدوا على تكوين ترايراديايت كارتل جام مي يتكون يبتدي يكون يطول العظمات دي ويعمل ابوزيشنال جروس او يزيد الجروس بتاع الكارتل الجدي لو بيزيد الجروس بتاع الكارتل الجدي وما فيش جواها سوكت ايه اللي يحصل؟ تكبر بشكلها بهازرد فلو كبرت بشكلها بهازرد والسوكت ده مش موجود جواه السفير ايه اللي يحصل؟ يملى السوكت يبقى في الوقت ده الاستابلم ده يبقى شلو تاني الحتة دي الاستابلم هو عبارة عن كومبوننت موجودة هي عبارة عن السوكت بتاع الهيب جوينت اللي بيدخل فيها السفير بتاع الهيدوف زفيمر ايه اللي بيخليه شكله سوكت كده؟ ايه اللي بيخليه شكله سفير؟ وجود الهيد السفيركل دي جواه لو الهيد السفيركل دي مش موجودة جواه وشكلها ترابوزويت مثلا هيطلع شكله ترابوزويت لانه انت طفل بيكون الاستابلم والهيد من سيل واحدة وبعد كده هيكون ما بينهم كليفت بعد ما هيكون هذا الكليفت تدفرانشيت الهيد وستابلم وجود الهيد جواه وستابلم هي المينستيملس للجروس بتاع الاستابلم بهذا الشكل فلو الهيد دي دي فورمت يطلع الاستابلم دي فورمت لانه بيبقى زي العجينة لسه طاري زي السلصال فالكوردينج للجزء اللي بيشغله هيظهر شكله بعد كده او هيكون شكله بعد كده وده الشكل النورمال جروس طول ما الهيد موجودة وعشان كده ده اهمية الليبروم زي ما قلنا حافظ على السيل ميكانيزمي يعني محافظ على السوكت ده موجود اندر نيجاتف بريجر فتفضل الهيد موجودة جواه الاستابلم بالشكل السفير بتاعه فاستومليت الجروس بتاع الاستابلم بالشكل السفير اللي احنا عارفينه لحد ما نوصل للشكل الايه الادط معظم الوقت اللي بيتم فيه الاستومليشن للأستابلم ده او ان هو يكون بهذا الشكل هو من سن يوم لحد اربع سنين يعني معظم الاستابلم الجروس بيحصل في الاربع سنين لأولين او البوتنشياليتي فور جروس بيحصل في اول اربع سنين